وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من فكرة إنشاء صندوق تحيا مصر هو خلق أمل حقيقي في مستقبل أفضل لدى المصريين موضحا أن الرؤية والهدف هو الحفاظ على الدولة المصرية وأكد سيادته أن حجم التحديات التي تواجهها مصر كبير ويستلزم المزيد من الجهد لمواجهته وتم عرض ثلاث مشروعات جاري تنفيذها وهي المشروع القومي للقضاء على فيروس سي ومبادرة الريف المصري والمتحضر لتنمية القرى الأكثر احتياجا وإدارة تطوير العشوائيات واستمع الرئيس لعرض من مجلس أمناء الصندوق لاستراتيجيات العمل على المشاريع التنموية كان الرئيس السيسي قد حضر مأدوبة الإفطار التي أقامها مجلس أمناء صندوق تحيا مصر بحضور كبار رجال الدولة وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء ورجال الأعمال والفكر والسياسة ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع مجلس أمناء الصندوق بكامل تشكيله حيث يتم عرض استراتيجيات عمل الصندوق والمشروعات التنموية التي يمولها وأبرزها مشروع تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا ومشروعات الضمان الاجتماعي اشتركوا في القناة